ما حل بالعراق في السنوات الأخيرة لم يترك أي ميدان من ميادين الحياة إلا وطاله ولم يستثني أي من مكوناته إلا وألحق به الأذى والدمار من بينها الأقليات التي عانت الأمرين نتيجة الاضطهاد الممنهج والتغاضي الحكومي عن عمليات القتل والتهجير التي طالت شرائح أصيل من المجتمع العراقي صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أكدت أن المسيحيين في العراق يتعرضون للانقراض على يد الميليشيات المسلحة التي تدعمها إيران وأن الاضطهاد المتواصل أجبر الكثير منهم على مغادرة البلاد أما من لا يستطيع فإنه يهيئ نفسه للمزيد من العنف الصحيفة التي قام مراسلها بجولة ميدانية في محافظة نينوان تنقل عن مسيحي المحافظة قولهم إن الأوضاع سيئة أكثر من أي وقت مضى وإن ثقافتهم وحضارتهم التي تعود لآلاف السنين في المنطقة تواجه الانقراض على يد تلك الميليشيات وتضيف ديلي تيليغراف أن مسيحيي شمالي العراق يتعرضون للتطهير العرقي ما أدى إلى تناقصهم بشكل واضح ليس فقط نتيجة للعنف ولكن أيضا جراء الفقر والإحساس بعدم الأمان الوضع لا يختلف كثيرا في باقي مناطق العراق ففي العاصمة بغداد تعرضت العديد من الأملاك العائدة للمسيحيين إلى الاستيلاء من قبل ميليشيات أو أحزاب متنفذة والأمر ذاته تكرر في محافظات أخرى طيلة السنوات التي تلت الغزوة الأمريكية للعراق النائب عند المكون المسيحي جوزيف صلاوة أكد أن ما يقارب من ثلاثين ألف حالة استيلاء على الأراضي والأملاك التابعة للكلدانين والسريان جرت في بغداد ومحافظات أخرى منها البصرة وذيقار وميسان وباب الوواسط ونينوى بطبيعة الحال وتؤكد ديلي تيليغراف أن الغرب مدين للعراقيين بأكثر من مجرد كلام بعد أن تحولت حياتهم إلى ما يشبه الجحيم ما دفعهم إلى الهجرة الجماعية إما إلى استراليا أو كندا لكن ليس للولايات المتحدة تحت إدارة ترامب لأنه لا يستقبل حتى مسيحي العراق في صورة أخرى من صور العبث والازدواجية التي تتبعها الإدارة الأمريكية تجاه الشعب العراقي بعد أن كانت سببا رئيسا في كل ما حل به من مآس ونكبات